حد بيقول سيدنا الغال ليه ليه ربنا اختار اسرائيل ليكونوا شعب الله المختار الله اختار اسرائيل من ايام ابونا ابراهيم هو جه ابونا ابراهيم ربنا قال له اترك اهلك وعشرتك الارض التي اذهب الارض التي يريك اياها واطاع ابراهيم وكان ابراهيم بقدم زبايح لله وكان معاه طبعا الخيمة والمسبع بقدم زبايح لله وربنا اختار شعب الله انما هل معنى ذلك ان الشعوب الاخرى مقدمهاش الفرصة لا ابد لما تقرم لما جه بعد كده ربنا اخرج بني اسرائيل من مصر وجه ملك مقاب استأجر بلعام ابن بعور علشان خاطر يلعن الشعب كان بلعام ابن بعور بيقول ايه وقتها لتموت نفس موت الابرار ولتكن اخرتك اخرتهم اني لا افعل شيء سيقول لي الرب عليه ويقدم للرب اله السماء والارض سبعة سيران وسبعة كباش زبايح للرب وربنا قال له كم مرة ما تلعنش الشعب الشعب المبارك انما هو بعد كده وضع معصار الاسرائيل انما كان يقدم زبايح لله وكان بيقول لتموت نفسي موت الابرار ولتكن اخرتك اخرتهم واللاحظ لما جه بعد كده في حصار اريحة لما جات رحاب قوت الجسسين رحاب قوت الجسسين قالت ايه سمعنا عن الهكم وما فعله بقالهة المصريين وما فعله نشف البحر قدامكم ولما يعني ما فيش اله على واكه الارض زي الهكم وعرفنا قربين منها نشف الأردن قدامكم ورغم هي طبعا اوت الجسسين امنت وكل اللي لها امن ومن هنا حفظتهم في البيت عندها ونجم طب لما انتم عارفين الكلام ده من اربعين سنة واللي عمر ربنا فعلها المصريين والضربات العاشر جات على المصريين ونشف البحر قدامهم طب فيه اله زي كده ما قدامتوش به الله فاتح زراع الكل الانسان يقبل اليه الله ما بيرفوتش حد وكانوا كلهم شايفين قوة اللي ربنا سيد بها بين الإسرائيل في الأول بس المشكلة مش في كده المشكلة في الناس اللي بتشوف قوت ربنا وبتأمنش الناس اللي بتشوف المعجزات وفي شوف النعمة وبتأمنش الناس حتى ما بيسفكرش يسأل ربنا نفسه دي المشكلة دي المشكلة انما هو والغاية دلوقت يصدقوني لما كنت في إسرائيل في بداية رأس في أول سام الميلاد لقيتهم بيقولوا إحنا مؤمنين وموحدين بالله وكل الأمم دي أمم كفرة نحن نعلم أن موسى قلمه الله ووسقين بطريقة غير عادية من نفسهم وبدرجة بيقول لواحد فيهم طب ممكن هل أنت قرأت العهد الجديد فيقول لا 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 نو 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 كأن يعني حاجة صعب أولا ما بيورر طلبتوا قرأت العهد الجديد منه فالله فاتح زراعيه لكل إنسان الله لا يرفض إنسان أقبل إليه الله فاتح زراعيه لكل إنسان